هذه حلقة من سلسلة رشفات نخصصها للمصطلحات الوقفية مرحباً وأهلاً قبل السؤال الأول نذكر المشاهدين بالاشتراك في القناة دكتور ما المراد بالوقف؟ المراد به الذي نريد أن نتكلم عنه هنا هو الوقف في سبيل الله الحبس مال في سبيل الله نعم يقال وقف فلان الأرض أم أوقف؟ وقف فلان الأرض نعم وقف فعل متعد من غير حمز جميل وأوقف أجازه بعضهم ولكنها لغة رديئة كما قال المحققون واسم الفاعل؟ اسم الفاعل واقف مدام أن الفعل وقف فهو واقف نعم الوقف المؤبد؟ الوقف المؤبد هو الذي ليس له أجل ينتهي إليه الوقف المؤقت؟ عكسه وهو الذي يحدد بأجل مسمى كأن يقول مثلا وقفت على اليتامة هذه الأرض أو هذا المال مدة حولين كاملين أو عشر سنين أو نحو ذلك يجوز؟ فيه خلاف شديد بين الفقهاء ولكن ليس في المنع دليل ظاهر من الناظر؟ الناظر من يوكل إليه إدارة الوقف ورعايته الوقف المنجز؟ هو الذي يبدأ سريانه ساعة وقفه هو أفضل من المعلق الذي يجعله الوقف بعد أمد معين أو بعد موته مثلا الوقف الخيري؟ ما جعل في وجوه البر والإحسان والوقف الأهلي؟ ما كان موقوفا على أناس معينين كالأقارب ونحوهم وهو الوقف الذري والوقف المشترك ما كان بعضه خاصا وبعضه خيريا عاما نعم وريع الوقف؟ هو المال الناسج عن استثمار الوقف هذا يقار له غلة الوقف الوقف المنقطع؟ هذا كأن يكون الوقف على من عليه دين من ولد الوقف ولا يوجد منهم أحد انقرضوا قطع ذلك النسل وبقي ذلك المال إن كان بقي فهذا يتصرف فيه بما يراه بعد ذلك أهل الحل والعقد جميل الوقف الجماعي؟ هذا نسبة إلى جماعة وهو الذي يشترك فيه جماعة الجماعة اثنان فأكثر فرق بين الجماعة والجمع الجمع ثلاثة على الصحيح أما الجماعة فاثنان فأكثر جميل مثل ماذا؟ مثل هذا هذا المبنى الذي نحن فيه الآن نعم هذا وقف على مجمع اللغة العربية اشترك فيه عدد من الواقفين مجالات الوقف؟ لا تحصى كثرة كل ما كان في سبيل الله الأفضل يا دكتور الصدقة أم الوقف؟ يقول العلماء إذا كان المال كثيرا فالأفضل الوقف وإذا كان قليلا فالصدقة والوقف هو صدقة جارية دائمة أو طويلة الأجل جميل دكتور هل لكم نظم في هذه المسائل؟ نعم أحب أن تسمع الأبيات التي نظمتها في ذلك ليت ذلك الوقف حبس فعله معدى من غير همز وبهمز ردى والوقف أنواع فمنه الذر ومنه ما يعم وهو الخير ثالثها مشترك بينهما وكله فضل وإحسان النماء وجاز في الوقف استراك عددي وهو الجماعي وعكس المفردي ومنجز الوقف هو المفضل ودونه المعلق المؤجل والريع محصور الذي قد وقفا والناظر المسؤول عنه فعرفا وصح من ذمي ومن حربي لمسلم في المذهب القوي وشرط واقف هو المعتبر ما دام صح شرطه المستطر ومنع الجمهور ما يؤقت وقيل بل يجوز وهو الأثبت والوقف عقد اللازم لا ينفسخ ولا يباع منه إلا إنفسخ إلا إنفسخ يعني إذا تعطلت منافعه نعم أو كان بيع بعضه لغرض إصلاح باقيه فذلك ارتضي والحمد لله على التمام والحمد لله وأذكر المشاهدين بالاشتراك والتعليق